السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته يتصادفون كثيرا هذه الحجة التي يدلقها المؤمنون عادة وتقول هذه الحجة ببساطة أن لكل صانع كل مصنوع صانع فمثلا عندما يضربون مثال السيارة مثلا أو الساعة يقولون أن هذه الساعة لا بد أن يكون هناك من يصنعها ومن غير المعقول أن تظهر هكذا بدون أي سبب لا شيء يظهر من العدم بالتالي لا بد من وجود شيء يصنع هذا الشيء مثلما أن هذه السيارة تم صناعتها من قبل أحدهم مهندسين فبالتالي أنه دمنا نتسلسل مع سلسلة الأسباب سنجد بأن المسألة لا بد أن تصل إلى مرحلة تتوقف فيها الأسباب ونجد شخصا أو كائنا هو الذي تولى عملية إيجاد كل شيء أما بعد ذلك تبدأ المجادلة بأن هذا السبب الأخير هو السبب الذي لا يمكن أن يكون له هو الآخر سببا أي أن الله خلق كل شيء لكن عندما تتسأل من خلق الله فلا بد أنك تتوقف عن هذا الأمر وحتى هناك حديث نبوي مزعوم لا منقول لا أعرف أنها الحقيقة أو لا قال أن هذا السؤال من خلق الله لا حاجة له ولا أنصح بأن يسأل وأن يطرح أصلا الفكرة وين؟ أنه إذا قلنا مع الآخرين هناك نقاش على هذا الموضوع أتحدث بشكل بسيطة لأنه بدون فلسفة وبدون تعقيدات أقول إذا كان هناك صانع فبالتالي لماذا صنع هذا الصانع هذا المصنوع فإذا أنا مثلا أصنع سيارة فأنا بالتالي أصنع سيارة لأنني محتاجها لماذا أنا أتحدث معكم الآن لأنني محتاج أنه أوصل فكرة فبالتالي أنا عندي أشعر بشيء ما في داخلي أنا بحاجة لإيجاده في الخارج مسألة الحاجة إلى الخارج معناتها أنه أنت شخص أو كائن لا تستطيع أن تحتفظ بما لديك ولا تكتفي بما لديك بل تشعر بالعكس بأن ما لديك ليس كافيا وبالتالي أنت تحتاج إلى هذا الشيء بناء على هذا الكلام فأنه عندما يتحدث شخص عن التصميم الذكي مثلا ويتحجج بأن هذا الكون بأكمله تم تصميمه بشكل ذكي ومن قبل مصمم ذكي فلا بد أن يكون هناك خالق وراء هذا التصميم فكرة التصميم بحد ذاته قليل من الناس الذين ناقشوا فأنت ماذا يعني أنك تقول أن هناك من صمم هذا الكون هذا كلام هو بحد ذاته فاشل أو غير صحيح بغضنا هنا الآن محاجزات عقلية وسريعة وشفاهية يعني لا عندي أي ذاته تحدث بشكل مباشر فأنت عندما تقول أنا صممت هذا الكون لماذا تصمم هذا الكون؟ يعني لا تنتهي سلسل الأسباب عند هذا الحد أنت تطرح فكرة تقول هناك من صندك فلنقول هو الله فلماذا خلق كل شيء؟ يعني الأسئلة لا تنتهي أنت عندما تطرح هذا الحل أنت بالحقيقة لا تطرح حلاً أنت تطرح شكلاً شكلاً يبدو أنه هو الحل لكنه ليس حلاً أنت لن تقدم إجابة تقدم تقول هناك تصميم ذكي وهناك تصميم غير ذكي شو المشكلة يعني؟ ما الفرق؟ بكلاهما تصميم أنا لا يهمني أن يكون التصميم ذكي أو غبي ليست هذا السؤال لماذا هناك تصميم أصلاً؟ ولماذا هذا التصميم يوجد في هذا العالم في هذا الوجود؟ ما الذي كيف يعني عندما تصمم شيء تصمم شيء أنت بحاجة لا حيس إلى مكان إلى زمان فلماذا هذا المكان؟ السؤال هو ليس التصميم الموضع الذي يصمم فيه لماذا أنت بحاجة لأن تجد مكاناً وزماناً محدداً ليصمم فيه هذا الشيء؟ والزمان ضروري لأنك عندما تصمم شيء لا يمكن أن تتركه هكذا معلقاً في المكان لا بد أن يوجد زمان لكي يتحرك لكي يكون هذا التصميم حادثاً وليس صورة بالتعبير الأرسطي فأنت حتى يكون حادث لا بد أن يتحرك والحركة تستلزم الزمن بالتالي إن المسألة معقدة بيكملها فأنت بالنهاية عندما تتحجز بهذه الحجة تريد أن تصدق بها لماذا تصدق بها؟ لأنك ربما لأن الإنسان يحاول أن يجد إجابة حتى إذا كانت إجابة غير مقنعة فهو يحاول أن يقنع نفسه ربما هناك حاجة داخله داخلها لكي أن يجد الإجابة التي يراها مناسبة بالنهاية أنت عندما البعض ما يفعل يغير نحن لا نقول لكل سبب مسبب لأن نقول أنه لكل حادث محدث هذا أمر يختلف نحن لم نقول هذا الشيء نقول أن كل حادث محدث على طريقة ابن تيمية والغزالي وغيرهم وأعتقد أسماء أخرى كثيرة ما تحضرني التفاصيل لكن هي هاي الفكرة أنه لكل حادث محدث والفناسب عبر التاريخ اللاهوتين خاصة الميتافيزيقين التي الميتافيزيقين انتهت الآن لم يعد لها وجود لأنها أثبت بأنها مضي على الوقت ومجرد تمارين عقلية لكي يطور إنسان قدراته التحليلية والمنطقية والتحليلية يعني والتركيبية لماذا أنت عندما لديك حادث أو محدث هي نفس المشكلة أنت لماذا يوجد الحادث ويوجد في هذا الوجود لماذا وجد هذا الوجود وليس الحادث ودعنا من الحادث والمحدث لماذا هؤلاء هذان وجد معا فهذا الحيز الفراغ والمكان اللي يعتبره من المقولات الأساسية إيمانويل كانت اللي اكتشف المقولات الأساسية داخل دماغ البشرية اللي من خلاله يستطيع التعامل مع العالم ومن خلالها يترجم ما يراه في العالم نحن لا نرى العالم بمثل كما هو إنما العقل يقوم بترجمة العالم الذي نراه حولنا نحن مثلا عندما نرى شيء العين تقوم بإرسال ما نراه ولكن العقل يترجم ما نراه إلى مفاهيم وتصورات هذه التصورات بالتالي نحن لا نرى العالم إلا مترجما يعني هذا العالم الذي نتحدث بها عندما تروني الآن هناك تتم ترجمة صورتي وصوتي إلى المقولات الأساسية داخل الدماغ وطبعا وأسسها البيولوجية الفيزيولوجية والدماغية أو النيورولوجية بالعلم النيورولوجي فهذا تترجم هذه العمل لأنه لا يمكن أن تفهم ما أقول بالضبط مثل الآن الجهاز التلفزيون الكلام ينتقل من المايكروفون عبر الموجات كهرومغناطيسية وإلها تخضع لقانون ماكسويل هذه الموجات تنتقل ويتم بعد ذلك ترجمتها إلى صوت يعني أول مرة تتم عملية ترجمة إلى موجة كهرومغناطيسية يعني موجتين كهرومغناطيسية وال التي تتعامدان مع بعض فيصير موجة كهرومغناطيسية تخضع لقوانين أو معادلات ماكسويل اللي اكتشفها بالمتصف القانون التاسع عشر هذه الموجات تنتقل يتم ترجمتها إلى أيضا الكترونات أو شبكات يعني أشبه سيمي كوندكترس عبر الأجزاء الكترونية بعد ما تصل إليك أيضا يتم استعادتها وترجمتها مرة أخرى بصيغة أخرى طبعا هذه عملية الترجمة الأولية والثانوية عادة الترجمة تخضع إلى أخطاء كثيرة لا يوجد شيء مئة بالمئة على كل حال عندما تحدثت معي أن تقول أن هناك حادث أو مهجة فبالتالي هذا الحادث وهذا المهجة هو موجود داخل العالم لكن نحن نراه بشكل مترجم أن الحادث والمهجة كلاهما هما ترجمة يقوم بها دماغنا لكي يستطيع فهم هذا العالم ولغرض نفعي وليس لغرض أن تفهم وتعقل الأشياء لا لكي تمارس الحياة هناك إرادة أو دافع في داخل الإنسان لأن يمارس الحياة أو يعيش الحياة أو يغرق في الحياة ويحافظ يحافظ على حياته وهذه مسألة بحثها لا يمكن أن نصل إلى نتيجة بالتفكير بها يبدو من المستحيل أن نخرج عن هذه الطاقة التي تدفعنا على الحياة والتي تشبث في الحياة فالحادث والمهجة بالتالي هما نفس الشيء السبب والنتيجة فسلسلة الأسباب هي تؤدي إلى أن هناك حادث ومهجة ثم هذا المهجة لماذا لا يحدثه شيئا؟ هو أيضاً مهجة فأنا عندما أحرك فبالتالي أنا هناك الحركة دي وغير شيء هناك هذا حادث ومن أحدثه وأنا من أحدثني أحدثني ربما أبي وأمي مثلاً هي الأحظمة ومن أحدث أبي وأمي وهكذا إلى سلسلة الأسباب بعد ذلك توصل إلى الخلية الأولى والخلية الأولى أيضاً متكونة من عناصر عناصر أيضاً التي تحتاجها من الخارج عناصر أو المكونات المركبات الكيميائية هي التي تم أحداثها وهكذا نصل إلى نحضة الانفجار الكبير البيك بانج فمن أحدث البيك بانج هنا تعطل تعطل كل شيء يعني هنا أوكي وصلنا إلى المحدث الأخير المحدث اللي هو البيك بانج من أحدث هذا المهجر فهي سلسلة الأسباب لن نصل إلى نتيجة لكن ماذا حصل اللي حصل أنه احنا تمسكنا بهذه الأفكار لأنها هي أدوات تجعلنا نفهم هذا العالم وهذه الأدوات تجعلنا نتضامن فيما بيننا فعندما نقول هناك لكل حادث محدث فبالتالي إحنا من وجودنا كجماعة يشعرنا بأن أننا موجودون لسبب ما هناك غاية ما لوجودنا هناك معنى لوجودنا فأعتقد أنه هذا السبب يخلي الناس إنسان يتمسك بفكرة وجود خالق أو وجود محدث أساسي ووجود غاية بالنتيجة مطلوب من أن تنفيذها يعني هو نحن نحاول أن نتصور بأن هناك نحن تيم فريق عمل لديه مهمة وواجب تطبيقها وتنفيذها بالتالي نحن لا نفضل المناقشة العدمية التي لا جدوى منها بالعكس نقول هناك حقيقة هناك إله مثلا هناك مال أكون يعبد المال أو يعبد فكرة النجاح مثلا وهكذا هذه الأشياء هي كلها سلسلة من هذه الأفكار الدكتور شريف يوني الصديق العزيز واللي أتابع بحرص شديد لأفكار النيرة قال في حلقة الأخيرة عن دليل الغزالي الإمام الغزالي قال بأنها تحدثت عن فكرة أنه لا يوجود لصانعة طبعا ما كنت أتصور أنه الفكرة موجودة أو لم أطلع عليها التي طرحتها الآن بداية هذه الحلقة لكن قال بأن هذه تشبه فكرة الأقول العشرة التي اختراحها أرستو لكي يخلص من فكرة الصانع لأنه كما يقول بالضبط حتى يقول يقول أن هذه الحجة الأخيرة الخاصة بأن الإله صانع هي عبارة متناقبة لأن الصناعة دافعها الحاجة وأعتقد أنها قديمة قدم أرستو لذلك قال بالعقول العشرة لأن العقل الأول لا يمكن أن يصنع وإلا كان ناقصا ولسبب نفسه ظهرت نظرية الفيض وأظن أن الذي قال بها هو أفلوطين لتجنب المشكلة نفسها طبعا نقول نظرية الفيض صنحت خصيصا من قبل أرستو وطورها أيضا كثيرا أفلوطين أو أفلوطين صاحب نظرية الفيض مباشرة وهي موضوع لتجنب جميع التناقضات المنطقية طبعا والعقلية وهذه انتقلت بعد ذلك للمسلمين خاصة الإشراقيين مثل ابن سينة وكبار إشراقيين وكان بعد ذلك السحراوردي القتيل أنا طبعا هذا أشرت للموضوع وتحدثت عن هذه الصناعة وصناعات كما ذكرت للدكتور شريف أشير بالأخير إلى فكرة أنه هو أيضا فكرة واجب الوجود وممكن الوجود هي فكرة أيضا هي ما معنى واجب الوجود وكل شيء واجب الوجود يعني يعني عندما تقول هناك ممكن وجود مثلا أنا ممكن ما أطلع الآن أتحدث معكم كان ممكن أروح أعمل أي شيء آخر كان ممكن مثلا أروح للسوق أو أقرأ شيء أو أكتب شيء أو أروح أطبخ أو أشرب شاي مثلا أو بدلا أنا أو شاهدكم وكان أيضا أنتم ممكن تكونون ترونني الآن لكنكم تلتهون بشيء آخر وهذه 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 من التعليقات التي كتبت أحد الأصدقاء بالفرنسية فكرة هذا المثال أخذتها من عنده الذي انكتب للتعليقات بالفرنسية على فيديو الخاص بالإمام الغزالي وأنصح بقراءة هذه التعليقات وأنها أربع تعليقات طويلة أنصح بقراءته لأنها ممتازة جدا والتعليق باسم ومكتوب بالحروف اللاتينية طبعا ليس بالعربي وهو صديق عزيز يعني متابع حريص على القناة وأنا يعني السزيد دائما علما بأفكاره وهو رغم أنه رجل كما يبدو متدين ومؤمن وهذا لا ضائرة فيه لكن كل إنسان حر في خياراته وأنا بالعكس أعتز بكل إنسان مؤمن لكن أنا هنا يعني لا أطرح عراء يعني أنا لا أعتقد أنا أفكر فأنا هنا ليس في معرض العقيدة إنما في معرض الفكر والتفكر والمناقشة والجدال فدائما نقول هاي عبارتي وأرجو أن تحفظوها علي أنا لا أعتقد أنا أفكر فقط لا غير ففكرة أيضا واجب الوجود وممكن الوجود هي من هذا النوع أنه ما معنى أن تقول واجب الوجود واجب الوجود هو موجود يعني صحيح أكو احتمالات كثيرة لكن أنا الآن واجب الوجود أمانكم تم العمل وانتهى أصبح واجبا فلا هاي فكرة 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 ل واجب الوجود وممكن وجود أمكانية متوفرة في كل اللحظة يعني هناك خطأ بالتفكير دائما يقول هناك حاضر وماضي ومستقبل. بالحقيقة ماكو حاضر الحاضر غير موجود الحاضر فكرة متحركة لا يمكن أن يمساك بلحظة الحاضر. عندما تمسك الحاضر أنت تخسره في اللحظة نفسها. يصبح ممكن الوجود. واجب الوجود مجرد أن تمسك الحاضر أصبح هذا الحاضر واجب الوجود. عندما تتخلق عندما يتحرك هذا الحاضر يصبح مستقبل. فيصبح في اللحظة نفسها تقريبا هو ممكن الوجود. يعني بالضبط كأنما تقبض على الراصد الكوني أو الراصد الفوتون أو الالكترون يعني النظرية الكمية. عندما ترصد الفوتون يصبح الكترون أو العكس فأنت لا تستطيع أن تحصل على شيء إلا بتأثير. أنت تؤثر على الراصد فهي كأنما هي العملية تمسك الفوتون يطلع لك إيكترون تمسك الإيكترون يطلع لك فوتون فهي العملية متبادلية لا تستطيع السيطرة عليها. بالتالي الحاضر هو وسط بين حاضر هو احتمالية بين حقيقتين أو احتمالية بين واجب الوجود وبين ما هو غير واجب. لكن عندما الفكرة هي الأساسية أنه عندما يتحدث لك عن واجب الوجود هو يقصد الله هي الفكرة دائما الإنسان أعتقد هو هذا السبب الإنسان هو كائن قطيعي فهو ينتمي إلى الجماعة وإلى القطيع. فبالتالي هو بحاجة دائما إلى أحساس بوجود السلطة إلهية لهذا القطيع. فهو أعتقد أن هذا القطيع هو العالم بالنسبة إليه وهو الحقيقة الأساسية وأن هناك قدرة أو غيبية مسيطرة على هذا العالم الذي هو فيه أو القطيع الذي هو فيه. هو لا يستطيع فهم العالم إلا عن طريق ما حصيلته من المعرفة والفهم الذي تراكم لديه من خلال حياته داخل هذا القطيع البشري. القطيع البشري هو الدين نفسه بالتالي. فأنا أعتقد لا وجود المجتمعات. وجود هناك قطيع الدين. يعني المجتمع غير موجود. هناك جماعات وكل جماعة هي تمثل قطيع وكل قطيع يمثل إله. والأساس النظام الألاقات الذي يتواصل بين أفراد هذا القطيع هو النظام الديني أو الإطار الديني الذي يجمع الجميع. والذي يتولى عمليات الضبط والربط بين الأفراد. ويشكل بعد ذلك الضمير الجمعي داخلهم. هذه كلها هو الفكرة الواجب الوجود. يصبح بعد ذلك واجب الوجود. ما هو؟ يصبح هو القطيع البشري هو واجب الوجود. بالتالي أنت الإنسان عندما يولد داخل هذا القطيع البشري فيشعر بأنه واجب الوجود. وكما أيضاً الدكتور الشريف يونس يقول بأنه إحنا لسنا أبناء هذه اللحظة أو أبناء القطيع نفسها. إنما نحن أبناء سلسلة من الآباء والأجداد اللي هما يعيشون معك في اللحظة نفسها. يعني إحنا نعيش في الحاضر والماضي معنا يعيش معنا أيضاً. يعني الماضي لم يذهب. إنما الماضي هو يعني إحنا بعبارة أخرى أشبه بالأسد الذي هو عبارة عن خراف خراف مهضومة. الخلاصة قول بأنه واجب الوجود هو بالتالي هو القطيع البشري نفسه. وبالتالي نحن نتمسك بهذا الفكرة الواجب الوجود نعتبر الإطار الذي نرى به العالم والذي نفهم به العالم. فإحنا عندما نتخلى عن هذا الإطار كما البسيطار النظار الآن. لا نستطيع الرؤية. تنعدم الرؤية. وليس لتنعدم الرؤية لأننا نشاء هذا. لا أنه هو شيء أساسي أصبح جزء من أنه. جزء مكوناتنا. وهذا الإطار الذي نتمسك به هو إلى جذوره الموجودة بالمقولات الاثنية عشرة. التي يتحدث عنها كانت. والتي هي السبب والنتيجة السببية. المقولات السببية ومقولات الزمان ومكان وغيرها. فهذا كل الفكرة الأساسية. واجب الوجود والصانع والخالق. هي كلها أشياء تدل على نقص الإله إن وجده. وأنا أقصد الإله موجود. فكرة موجود. لا بس. لكن أنا أناقش هذه المسألة التحديدة. أنا أعتبر أنه من يريد مناقشة فكرة الإله. فبهذه المناطق الصانع والمصنوع والسبب والنتيجة والحادث والمحدث. وهذه بعد واجب الوجود وممكن وجود. ها كلها مطاهيم وقضايا إشكالية جدوى منها. بالعكس تدل جميعها. وأيضا المصمم الذكي كلها تدل على نقص هذا المصمم الذكي. وهو أنه ليس ذكيا. إنما بحاجة إلى أن يقوم بشيء ما لكي يكون ذكيا. مثل ما نصنع الآن هذا التلفزيون وال كومبيوتر والمايكروفون وهذه اللضاء اللي أنا واقعت تحتها. أنا محتاجها لأنه أنا صنعتها لأنني أشعر بالنقص. وهذه الصناعات تمت عبر تصميم. فبالتالي أنا ناقص. فإذا كنت أنا ناقص صنعني أيضا هو ناقص. لأنه محتاجني. فبالتالي العملية مترابطة. مثل ما ترابط الأسباب النتائج. هناك ترابط المصممين مع بعضهم. وما كلهم بأكملهم. حتى المصمم الأخير حتى لو قلنا أنه ليس له مصمم. هو أيضا مصمم ناقص وليس كامل. ومن هذا راح أختم وأتحدث عن العقول العشرة اللي تحدث عنها دكتور شريف يونس. وأوضحها وأختم بها الفيديو. ما هي نظرية العقول عشرة؟ هي نظرية العقول عشرة. هي نظرية ظهرت عند الفرابي تحديدا على صورتين. الصورة الأولى هي اللي ذكرها الفلسوف اليوناني أو الهيلينستي اللي عاش في مناطق فلسكندرية ومناطق الشام وسوريا والشام ومصر. هذا فلوطين. وثانية الصورة الثانية هي اللي نسبها الفرابي لزينون الكبير. وكثير من المفكرين تفقوا على أن الفرابي كان متأثر بالفكر اليوناني القديم وصار من خلال فكرة العقول العشرة. من خلال أيضا تأثرة بالشكل العالم لخريطة العالم أو الأفلاك السبعة أو التسعة التي وضعها بطلي موس. وهي نفسها اللي تحدثت عنها عن تلسكوب جيمس ويب ذكرت نشرت خريطة بطلي موس للأفلاك التسعة. والتي انتقلت بطريقة أو بأخرى إلى القرآن الكريم وفي تصورة للكون ككل. فيقول ماذا يقول؟ هناك يعني بالنتيجة هناك تطابق بين الصورة التي يطرحها الفرابي وابن سينة للصورة الأفلاك التسعة التي أو العشرة. التسعة هي العشرة ويمكن العرش فوقها. أرش الله. فهذه هي المطابقة تقريباً لصورة بطلي موس. وأيضاً هي الصورة التي وضحها أرسطون. قال هناك كواكب وهناك حالات كثيرة للعقل الأول. فقال بأن شنه الفكرة؟ أنه هناك عقل أول. هذا العقل هو العقل الأول هو الذي يعرف نفسه بنفسه. ومن هذا العقل خلق العالم. الأشياء كلها خرجت من هذا العقل. وهذا الأول هو الله نفسه. فيكفي مثلاً أن يكون الشيء معلوماً لأن يتحقق وجوده مباشرة. أما علمه بالأشياء فهذا علم خالد. فتتبع ذلك عشرة نفوس. أو التسعة. النفوس الملكية يسميها الفرابي. التسعة. وهي عصب أو هيكل رؤية الفرابي لهذه النظر. ماذا أرى؟ أرى أن العقل الأول كما قلنا هو الذي يعرف ذاته. من هذا العقل الأول أو الوجود الأول يفيد وجود ثاني. هذا الشح يكون يكون عقلاً أولاً غير متجسم. وليس هو في مادة. بعد ذلك لا يعرف هو يعرف ذاته لكن يعرف العقل الأول. من هذا العقل الثاني ينطلق عقل ثاني أيضاً ليشكل وجود ثالث. هذا الوجود الثالث أيضاً غير مادي ويلزم وجود السماء الأولى أو ما يسميه الفلك أو المحيط. للتوضيح هذا هو النموذج بطليموس اللي كما نرى نرى على ثرون أف قاد يعني عرش الله وهي هاي الأنشينت كوسمولوجيا العالم الكون القديم سورة العالم القديم هذه هي الصورة اللي كانت سائدة في زمن ظهور الإسلام وزمن ظهور المسيحية. هذه الصورة التي كانت رائجة للجميع يعني كانت أشبه بالحقيقة لدى الجميع وهي ليست فقط مجرد يعني مخيلة لا كانت عملية تسير على أساسها الناس وتسافر من مكان إلى آخر لأن هذه العملية ليست أتباطية أو مجرد أسطورية لا كان يعتبر هذا العلم في زمانهم كما نرى هنا سلسلة الفلاك هذا الشكل تحول فلسفيا عند أرستو وبعد ذلك أدى فلوطين ووصل إلى فرابي وقبل أخذ أشكال الدينية عند الديانات المختلفة وآخرها الإسلام كما ترون هي الأرض مسطحة والأرض حولها أوشن المياه وحول المياه الجبال اللي هي هاي يسميها بالقرآن الرواسية راحت من بالي التسمية وهنا الإشارة إذا تنزلون على اليسار تشوفون جوه الطبقات الأرض السبعة وفوق هاي الطبقات الأفلاك السبعة وفوق هاي الطبقات تلقى يعني عرش الله تشوف هناك فتحة الأعمدة غير المرئية إذا شوفوا ثلاث أسهم هذا بالمنتصف هذه الأعمدة التي تحدث عنها القرآن الكريم ستارز هانجن فروم ما أشوفها سكايجوم هذه النجوم معلقة من قبة السماء وهي أيضا الصورة اللي نقلها القرآن الكريم إنه هي مصابيح فكما ترون هي شكلها شكل مصابيح وهنا فوقها بعد ذلك الفيرس أول طبقة بالسماء هي النجوم الطبقة الثانية سكيند هابن مون شوفوا إنه طبق فلك القمر وبعد ذلك الثالث ثيرد هابن ميركري وراء الرابع هابن بينوس والسادس أو الخامس الشمس نشوفوا يعني ترتيب الطبقات السادس يقول المارس المريخ السابع الستر الستر اللي هو المشتري المشتري جوبيتر أو المشتر راء نخلط بيناتهم المهم فهذه هي الأفلاك السبعة وفوقها بعد ذلك أعتقد أحيانا تسعة بس يصير بها مرة تسموها سبعة أو ثمانية أو تسعة بعض يضيف العرش يعتبر فلك من الأفلاك وبعضهم لا فهي فكرة واجب الوجود العقول العشرة هي تأتي من يبدو أنه تطابقت مع هذه الفكرة وهو الكتاب المجسطي هذا الكتاب المجسطي ظهر أعتقد بالقرن الثالث الثاني الميلادي بالإسكندرية وهو أيضا متألف أعتقد من 12 كتابا أو فصلا الفصل الأول كان يتحدث بي عن نظرية أرستو في العلم الكون ومن خلالها تشكلت هذه الفكرة وانتقلت بعد ذلك بالعموم المنطقة العربية السامية إذا صحت تسميني ما كان يكون شيء اسم عربية يعني يكون عرب لكن العرب ليس العربية موضوع مختلف قد يعترض البعض الفكرة والعرب أيضا أصلها بعد ذلك أعدي حلقة رح أسوها هي كلمة الحلاقة بالغرب ومنأتها أيضا اشتقت كلمة أوروبا فأوروب هي عرب أيضا لكن هذا يراد لحلقة خاصة حتى تكمل مخطط الوضاع الفرابي اللي هو منقول أو مطابق تقريبا إلى فكرة أرستو وقال بأنه هناك العقل الأول وعقل الثاني وعقل الثالث يشكل العقل الثاني يشكل وجود الثالث غير مادي وهذا المغير الثالث هو يلزم الذي يجبر يعني هو هذا اللي يجعل يدع فرصة وجود السماء الأولى ممكنة أو ما يسمى الفلك أو المحيط هذا الوجود الثالث يستوجب وجود رابع هو هذا الوجود الرابع راح يحرك منه العقل الثالث هذا بدوره اللي راح يسد يتسبب بوجود كرة الكواكب الثابتة أو ما يسمى الفلك الثابت ومن عنده ينبثق العقل الرابع هذا من أجل هذا العقل الرابع راح يوجد لأجله كرة أو فلك زحل من هذا الفلك ينطلق أيضا الوجود السادس وهو العقل الخامس لأنه العقل هو اللي يخرج من الوجود فبالتالي العقل الأول ينتج الوجود يعني العقل مثلا العقل الخامس ينتج الوجود السادس لأنه لابد أكون فرق بالمرتبة يعني بدرجة واحدة لأنه هذا هو الحادث والمحدث فالعقل الخامس هو المحدث والوجود السادس هو الحادث هذا الوجود السادس هذا يطلب وجود فلك المشتري الوجود السادس هذا راح ينبثق منه العقل السابع ينبثق منه الوجود السابع واللي هو يمثل العقل السادس هذا أيضا راح يطلب وجود كرة المريخ أو فلك المريخ وهذا يطلب بعد ذلك وجود ينزل إلى الأسفل وجود ثامن بعقل سابع وبعد ذلك هذا من عنده تطلع الشمس والشمس بعد ذلك يأتي الوجود التاسع اللي هو العقل الثامن من عنده رأي يولد أو يوجد فلك الزهرة اللي هي نجمة الصباح والتي تمثلها الآلهة أشتار أو هو يتمثلها بعد ذلك اللات والعزة أو كثير من الأسماء المطابقة أو المشابهة من أشتاروت إلى اللات وغيرها وبينوس بعد ذلك وفروديات كلها تتخصص بكوكب الزهرة هذا من عنده يوجد فلك الزهرة كما قلنا أو كرة الزهرة العقل التاسع هو وجود ثامن لأجله نرى عطارت بعدها يوجد عقل فلك القمر وهو هذا اللي يدير عالمنا عالم الكون والفساد هو هذا المنطقة اللي إحنا بيها وهذا يسميه الفرابي العقل العاشر أما الوجود الحادي عشر وهو مثل سابقة هو وجود لا معدي بعد ذلك يبدأ الفرابي ينطلق من هذه الفكرة ويستخرج بحسب هذه المراتب الوجود ومن خلالها يجي يرتب النفس البشرية ويقول أنها تجتمل على أربع قوة هي الناطقة والنزوعية والمتخيلة والحساسة الناطقة هي ما يعرف به الإنسان العلوم والصناعة ويميز فيه من خلال الجنبين الجميل والقبيح من الأفعال أما النزوعية أو الغاذية فهي شوق الإنسان للشيء أو نفوره منه أما المتخيلة فهي التي تحفظ رسول المحسوسات وتفكك وتركب بعضها إلى بعض لتنشئ عنها صورة جديدة أما القوة الحساسة فهي ما يدرك الإنسان من المحسوسات بحواسه الخمس الفرابي يقول أن هذه الأنواع الثلاثة مرتبطة بالنفس النزوعية فلا سبيل التعقل دون أن يرتبط ذلك بالشوق لما أحس الإنسان وتخيل أنا أقرأ لكم هذه من صفحة بأنوان فلسفة العاقل لدى الفرابي ممكن تطلعون عليها بالتفاصيل لأنه متفاصيل كثيرة جدا والآن من خلال كل ما سبقت حدثتكم عن الحادث والمهدف والخالق والمخلوق والصانع والمصنوع والسبب والنتيجة هذه كلها جدا من خلال طلعنا على هذه التفاصيل على فكرة العقل الأول والعقل السابق والأقول العشرة لدى أرسطو وبعد ذلك المجسطي ونظرية الأفلاك الخاصة به وأيضا هناك صورة الكون لدى المسلمين أو في القرآن الكريم وطبعا صورة الكون لدى المفسرين بعد ذلك لأنهم اشتروا على هذه القضية وأيضا تأثروا بالإسرائيليات وهذه المناسبة أيضا ممكن راح أخليكم شوفون الكون بالمنظور العبري وأدي بعد ذلك إذا نريد أن نعرف الكون بالمنظور السومري والبابليو والمصري فهذه قضية إرادة لها حلقات مفصلة لكن الآن هذا كله يبدأ بأينا بأن جذور الأفكار التي نؤمن بها حاليا والتي نتقول بأن لكل حادث مهدث ولكل تصميم مصمم ولكل شيء موجود مخترع أو شيء موجود هو هناك سبب فأنا كما ترون أن المسألة تتعلق بالتاريخ وتراكم المعارف والخبرات البشرية والنظريات البشرية فكما ترون أن هذه الفكرة انطلقت من أرستو وقبل أفلاطون هو صاحب فكرة المثال والخير المطلق وفكرة المثالية من خلال نشأة الفلسفة المثالية أجل أرستو وبنه علم الكون أو الكوزمولوجيا عنده كتاب خاص بهذا الأمام بعد ذلك اجل المجلس تسول فكلها تبيننا احنا وصلتنا الفكر عن طريق الإسلام الإسلام أيضا إجاب الفلاسفة فهذه كلها تشكل الخريطة الذهنية التي تشكل عقليتنا والتي تجعلنا نفكر بهذه الطريقة بأنه الكاحة كل حادث مهدث مسألة منطقية لا نستطيع الخروج من الشيء لماذا؟ لأنه احنا دماغنا تقولب على هذا الشيء وأيضا حسب كانت أنه دماغنا يعمل بهذه الطريقة أصلا هو النظام العمل ما أنت يتم بهذه الطريقة لفهم الأشياء فلا يعني أنه هذا النظام هو صحيح يسمونه النظام الأكسومي الأكسومي أنه الإقليدي هذا الإقليدي هو ينظم العالم هذا العالم مثلا النظام الإقليدي لك مثلث متساوث زوايا رب ممكن مثلث يعني القائم يعني الأضاع المتساوية تؤدي إلى زوايا متساوية أو الخط المستقيم يوقع مستقيم إلى ما لأنها لكن هذا بالعالم الأكسومي هناك عوالم أكسومية أخرى الخط المستقيم لا يمكن أن يلتقي بخط مستقيم آخر ممكن فالعالم بوجة نظر الإنسان هذا الذي نعيش فيه هو عالم أكسومي له هذا الشكل لكننا لم نفطن إلى فكرة بأنه هناك عوالم أخرى ممكن أن تنطبق عليها قوانين مختلفة وهذا اللي فاتنا وهذا اللي اتفاجئنا به عندما اكتشفنا قوانين الكيم والمال يعني العالم المايكرو المايكروسكوبي فوجدنا أنه العالم هناك يعمل بهوفق قوانين مختلفة تماما تختلف عن العالم الماكرو إلى حد بعيد بحيث أن نظريات أنيشتاين ونيوتن لا تعمل داخل الذرة وداخل نوعات الذرة بمعنى المعاني هذا عالم أكسومي مختلف عن العالم الذي نحن فيه عالم غير إغليدي أو لا إغليدي عموما الفكرة الأساسية أنا وصلتها بأنه عندما نفكر بها طريقة يجب أن لا نطمئن لهذا التفكير ونعتبرها هو التحصيل حاصل ولا يقبل النقاش الموضوع فيه نقاش كثير وطويل وكل من يحدثني بعد ذلك عن المصمم الذكي أقول له بالعكس هذا المصمم الذكي الذي تعتقد أنه ذكي هو ليس بذكي ولا أي شيء هو مصمم مادام هو مصمم إذن هو نقص يعني لماذا أصبح مصمم يعني ما كدعي أنا مدار ليش أصمم ماذا أنا ذكي ما أحتاج أصمم معناة أنا عندي نقص فإذن لا أصمم ولا أفعل شيء مجرد كما يقول القرآن الكريم كون فيكون لكن هو بالقرآن نفسي أيضا عندما أحتاج أن يصنع الإنسان أحتاج الكون أحتاج سبعة أيام فهو لم يكن كون فيكون ولا أيضا عندما أحتاج كثير من التفاصيل وحتى يعني مثلا عندما أحتاج في معركة أحد فيكفي النصر على الآخرين وانتي ولماذا تم إرسال ملائكة ولماذا أين ذهبوا يوم أحد وهذا حجة في الأرازي هذا مول قصد طعن بالقرآن ولا بالأشياء ولكن هذه الأمور هي متداخلة مع بعضها لكن نحن نؤمن بما نحن عليه نؤمن بأنه نحترم المؤتقدات الموجودة لكن من حق الجميع مناقشتها وإيجاد أو يأرف بأنه هاي الشيء تساعدنا على الحياة معا والإيمان بقضايا معا لكن هذا لا يعني التمسك بها إلى ما لا نهاية ممكن أن يكون إنسان يطهارا وهكذا الإنسان والمجتمعات تتطور أختم وأراويكم الكون بالصورة الأبرية هذا هو الكون بالصيغة الأبرية كما ترون الفوق هو الله القض هما أتم يهوى لا يسمونه طبعا يسمونه هاشم أو أسمها أخرى لأنه لا يجوز الإطلاق أسمه يهوى من يعني كلمة يهوى هي الهوى يعني الهوى فقط هو ليس لا تعرف بدون هو يعني شيء ممكن إشارة إليه فقط هو لكن ما هو لا تعرف ما هو يهوى حتى إشتقاق العربي ممكن قريب إليه تنزل للأسفل كما ترون جوى الشول هاي الشول هو العالم الأسفل اللي تذهب إليها رواح الموتى وتجدون هناك اللفعوان أو هذا الشي اسم الدراجون التنين هذا هو اللي يعني الموجود في عالم الأسفل عالم الموتى للناس عندما تموت بالعام الأسفل هو بصورة مقاربة للصورة السومرية للعالم الأسفل تجد أن الأرض موجودة سيركل أوف أيرث تحت فوقها الستارز النجوم وعلى يمينها القمر والجبال وحولها البحر فوقها قبة السماء شي سمونها بالله أيضا عدد الماء فوق والله في الأعلى طبعا عادة عكس الصورة الإسلامية دائما العالم نفس العالم بارد مظلم كئيب يعني ما بي نار ولا أي شيء بالعكس هو يحتاج نار يعني بس الصورة الإسلامية كانت ضرورية لأغراض لها علاقة بالسلطة والدولة والحكم شكرا جزيلا وأتمنى قدبت لكم مادة جيدة وأحب أسمع آراءكم وإعتراضاتكم وما أوليه دائما على الرحب والسعى وبالعكس أحب بها لأنه تجعلنا نفكر أكثر وأعمق بما نحن فيه إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا